الافان ده من اللي ممكن يرد عليه عشان تعرفوا قدي ايه بنا ناس على هذا القدر من الغباء ومن الحماقة ومن الجهل ومن التخلف يجي الرد عليه من المغرب من المغرب مش من تونس حتى اللي بتواجه الاهلي لأ من المغرب نلاقي في نفس الاسبوع بعثة صحفية تونسية مغربية زارت مصر وزارت النادي الاهلي او حرصت على ان تزور النادي الاهلي شوفوا تأديرهم للنادي الاهلي اللازم لا يقدره هذا المعلم الاحمق وهو غير معلم الحقيقة ده حد شغال في سنتر بيدي دروس او بيعمل اي مصيبة مؤكد من اللي بيعملها وخلاص ما عندوش اي قدر من التربوية او من الحرص على الاخلاق العامة نلاقي هذه البعثة المغربية في صحيفة احداث انفو المغربية بعنوان كبير دولة الاهلي معطيات مثيرة عن نادي القرن الأولين بس في الشمال الافريقي تراجي دولة دولة كذا هما الكلمة دي بتعني عندهم ان الوطن الصغير الوطن الصغير بالضبط ان الاندية دي اوطان بالنسبة لمشجعينها بالضبط يعني هما لما بيقولوا تراجي دولة مش بيقصدوا ان دولة موازنة للدولة التونسية او داخل الدولة التونسية عايزين يقولوا ان داء لواء الوطنية في الدولة فيها مقومات الدولة الوطنية ده المفهوم في الثقافة المغربية صحيفة احداث انفو المغربية بيقول كانت الساعة تشير لأحد الزملاء بعد ما يجوم عمل الزيارة فقال يعني انا بالحقيقة من متعة المكتوب يعني مصمم ان انا اراهلكم كانت الساعة تشير الى الثالثة والنصف عندما استعنا بتطبيق اوبر للتوجه من شارع شريف باشا صوب منطقة الجزيرة الواقع في قلب نهر النيل الذي يفصل العاصمة المصرية الى شطرين بعدما ارهاقنا جشع اصحاب التاكسيات واسترار العديد منهم على عدم تشغيل العدات تارة طبعا دي الافة المصرية والمطابة لانه في المغرب و تونس لا يمكن حد يلعب في عدات والمطالبة بما هو اكثر من الاجرى المتفق عليها سلفا تارة اخرى رغم الازدحام الشديد نجح السائق بفضل براعته في ايصالنا الى وجهتنا في ظرف لم يتعد عشرين دقيق بعدما اجتاز كبرى اصر النيل لنجد انفسنا امام صور ضخم تتوسطه بوابة جميلة يعلوها شعار النادي الاهلي وبيقول الزميل المغربي كان من البديه ان نبلغ مسؤول النادي بقدومنا قبل موعد الزيارة بيوم واحد وعند وصولنا الى البوابة وجدنا عناصر الامن الخاص على علم باننا تلت صحفيين مغاربة يرغبون في التعرف اكثر على النادي الاشهر في القرى السمراء حيث استحبنا احدهم الى داخل المبنى الاداري المترام الاطراف لنجد في استقبالنا خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيرة الذي استقبلنا بحفاوة وترحاب كبيرين نفس الترحاب لمسته رفقة الزميلين عبداللطيف المتوكر رئيس الرابطة المغربية للصحفين الرياضيين وهشام مبشور مدير موقع ازار ونحن نتجول في مرافق النادي ونطرح السؤال الصعب علاش الاندية ديالنا ما عندهاش هذا الشيء باللهجة المغربية يعني احنا ليه ما عندناش نفس الاندية دي بيقولك علاش الاندية ديالنا يعني ليه الاندية اللي عندنا مش على هذا الشيء مش بهذا المستوى معرض الالقاب بيقول بمجرد مغادرتنا لمكتب مدير مقر النادي الاهلي ولجنة الى باحة فسيحة يتوسطها معرض زجاجي يتضمن العديد من الكؤوس والدروع التي فاز بها فخر الكرة المصرية حيث اكتفى مسؤول الفريق بعرض نموذج واحد من كل كأس او درع مع الاحتفاظ بالبقية في متحف اكبر من حيث الحجم والسبب حسب ما اكده لنا احد موظف النادي هو ان القاب المارد الاحمر اكثر من ان يستوعبها معرض زجاجي صغير يلخص تاريخا حافلا بالتتوجات حيث حصل الاهلي على عشرين بطولة قرية وضعته في المركز الثاني بين انديت العالم بعد ريال مدريد وحصل على درع الدور المصري اربعين مرة وعلى اخرها كان عام 2017 وعلى كاس مصر ستة وتلاتين مرة اخرها 2017 كما فاز النادي الاحمر بدور ابطال افريقيا 8 مرات اخرها في العاشر من نوفمبر 2013 والتي تأهل من خلالها الى كاس العالم للاندية للمرة الخامسة في تاريخه كما فاز بكاس السوبر المصري 9 مرات وكاس السوبر الافريقي 6 مرات بالاضافة الى كاس الاتحاد الافريقي مرة واحدة وكاس الكؤوس الافريقية 4 مرات والكاس الافرواسيوية مرة واحدة كما تم اختيار الاهل من طرف الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم كافضل نادي افريقي في القرن العشرين مبهورين الاخوة المغاربة بالمستوى امكانيات النادي فبيقولوا هذه مقرات نموذجية هو هو اتعرض للمقرات برضو اه يعني يستطرد اعطف فيقول استغرقت جولاتنا في الفرع الرئيسي للنادي بمنطقة الجزيرة زهاء الساعتين عينا خلالها ملعب مختار التيتش الذي يحتاج لتدريب الفريق الاول والتسع لحوالي 8000 متفرج بالاضافة الى حمامي سباحة واحد اولومبيو والاخر المخصص الغاز وملاعب للتنس والسكواش بيعدد بقى القاعات المغطاة وبيعدد المرافق والصلاة المغطاة وبيعدد ايضا مرسى النهر كمكان ترفيه للأعضاء ويستطر بيقول واذا كان فرع الجزيرة قد افتتح في 1909 فان فرع مدينة نصر لم يرى النور سوى في 1993 ويدم برضو حسب كذا بعض الملاعب بسطر دعني في استعراض مرافق النادي وبرضو تطرق الى مقر الشيخ زايد الذي تزيد مساحته عن 54 هكتار هو 130 لكن احنا استغلنا منها حوالي التلت بس حيث احتوى على ملعبين مزاودين بالعشب بيتكلم على المنشآت اذا ثلاث فروع تم انشأهم بالاضافة الى فرع رابع جال انشاء كل دي معلومات تشربوها وعرفوها اي فهم فعلا لهم حق ينباهروا بالنادي الات سر نجاح يا استاذ ابراهيم بيقول الزميل المغربي بعد ما تجولوا وقال لكم وانس عدلي حديثه عن الفروع التلاتة هم شايفين سر نجاح الاهل ايه قلم عنه بيقول الزميل المغربي الاهل هو الاول في مصر ليس فقط في كرة القدم وانما في جميع الرياضات جامعية كانت او فردية هذا ما حرص مسؤول النادي الاحمر على تأجيده في معرض اجابتهم على استفسارات الاحداث المغربية اللي هي اسم الصحيفة المتعلقة بالسياسة التكوين داخل النادي رعاية النشئين باعتبارها السر النجاح الذي حققه الاهلي حتى الان وقع لمسناه منذ الوقوف بلغة الارقام على سيطرة الاحمر على معظم الالقاب محليا وعربيا وافريقيا في كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وحتى في رياضة الاسكواش بيقول معظم المستفيدين من التكوين داخل مقرات النادي هم من ابناء المنخرطين المنخرطين اللي هم الاعضاء الذين يحرصون على مرافقة ابنائهم ثلاث مرات في الاسبوع على الاقل الى واحد من الفروع الثلاثة من اجل الاستفادة من تكوين احترافي على ايدي مدربين يتوفرون على دبلومات معترف بها دوليا نهيك عن خبراتهم كممارسين السابقين للرياضات التي يشرفون على التقطير اللي هو التدريب والتكوين فيها لتكون النتيجة هي اكتشاف مئات المواهب التي فرضت سيطرتها على البطولات المصرية في مختلف الاصناف الرياضية ويتحدث على الاكاديميات الخاصة قبل ما نوصل الى الاكاديميات هايطلع واحد يقول لك ازاي بتقول كده والزا مالك عنده بطولة اكتر فكورة اليد احنا ما بنتكلم بنتكلم على رجال وسيدات وعدد بطولات وكبروا صغيرين وكبروا صغيرين ونشئين مؤسسة الرياضية حتنتزع لي افنت انت متفوق فيه حقك لكن هقول لك بقى اخبارة كيف تنس الطاولة اخبارة كيف في السباحة اخبارة كيف في ألعاب القوة اخبارة كيف في الجنباز في السكواش في الجودو اخبارة كيف في الكاراتي اخبارة كيف في السكواش اخبارة كيف في التنس اخبارة كيف في 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 عشان بس ايه قبل ما يتحججه بقولها له ما انا بنفسي بالظبط انتو كسبتوا اكتر فكورة اليد في الرجال لكن لكن لا يعدي بقى بطولات البطولات فعلا لا تبعيد اول بيقول الزميل المغربي عن ديمقراطية نموزجية ازاي هو شاف التجربة في النادي الاهلي تفضي من خلال ممارسة ديمقراطية الى انتخاب مجلس ادارة فيقول في الوقت الذي لا يزيد عدد المنخرطين المنخرطين اللي هم الاعضاء في العديد من الاندية المغربية عن 150 منخرطا يعني كل نادي مغربي عدد اعضاءه ما بيزيدوش عن 151 بيقول يصل هذا العدد داخل الاهل المصري الى 169 الف منخرط يعني 169 الف عضو حيث اتطلعت الاحداث المغربية كصحيفة على اللوائح النهائية لمنخرط النادي برسم الموسم الكرة والحالي لتقف على ضخامة العدد الذي يضمن حسب مسؤول النادي ديمقراطية حقيقية فيما يخص انتخاب مجلس ادارة النادي وتعديل القوانين والمصادقة على التقارير الادبية والمالية نظرا صعوبة التحكم في اختيارات هذا العدد ضخم من المنخرطين طيب بيشوف في مجلس المنخرطين دول ايه يعني لغاتهم لذيذة ملايين الانخراط بيقول لك شوف دي بتعمل دخل شكله ايه للنادي الاهلي عشق الاهلي لا يقفه حتى الجانب المادي والدليل هو ان الاخبال على الانخراط في النادي في تصاعد مازال الناس مستمر ظهر برفع قيمة المبلغ الانخراط بشكل كبير حيث يتوقع مسؤول المارد الاحمر ان يصل عدد المنخرطين الى ربع مليون في عشرين عشرين وحن ما بنتكلم على ربع مليون منخرط ما بنتكلمش على الاسرة بالكامل ده من غير ولادهم بالضبط هنبتكلم على اليوم من الحق في العدو الاصلي وبيتكلم بقى على قيمة العدوية والمبالغ اللي بيتحق بيجيب بالعملة المغربية 18.6 مليون سنتيم مغربي بالنسبة لأصحاب المستوى التعليم العالي مقابل 21 مليون سنتيم لأصحاب المستوى التعليم المتوسط علما ان الخلاط في النادي ينقسم الى النوعين تعال نقط الارقام مش مشكلة دي لانه بيقولك امتيازات فريدة ايه هي الامتيازات في مقابل ما يدفعه منخرط النادي الاهل المصري من اموال يوفر لهم هذا الاخير امتيازات فريدة لا يقتصر الامر على الاستفادة من ثلاث مقرات مترامية الاطراف في العاصمة المصرية تتوفر على ملاعب ومطاعم ومقاهن من الطراز الرفيع وحصول ابناء المنخرطين على تكوين في مختلف الاصناف الرياضية بل يتعداه الى توفير مراكز للتصفيف خاصة بمنخرط الاهل في المناطق السحلية المصرية مقابل مبالغ رمزية واستفادتهم من تأمين صحي يمكنهم من العلاج في مستشفيات تعاقدة معها مجلس إدارة النادي مقابل دفع تكاليف منخفضة جدا كما ان النادي ذهب الى ابعد من كل ما سبق من خلال اقتناء قطعة قطعة ارضية يتم حاليا تجهيزها لتحويلها الى مقبرة خاصة بدفن الموت من منخرط النادي واسرهم يعني يعني في مدافع العناية بالتفاصيل حتى انك بتعمل مدافع صحيح مع وضع مجلة النادي رهن اشارة المنخرطين لنشر التعازي وتهاني المناسبات السعيدة بشكل مجاني كما ان مسؤول النادي المصري لا يغلقون ابوابهم في وجه المنخرطين من اجل تقديم مخترحاتهم او شكوين في حال تسجيل او تقصير في الخدمات الموفرة لهم وهو امر وقفت عليه الاحداث المغربية اثناء زيارات الحديث خويل جدا ثم الحديث يتحدث الوفد المغربي عن الامبراطورية الاعلامية التي يتمتع بها النادي الاهلي من خلال المجلة التي تأسست سنة 1974 باسم النادي عربي او افريقي قبل ان يتم العصور على مخطوطات تؤكد ان النادي الاحمر اصدر مجلته للمرة الاولى في عام 1921 وكشف احد المسؤولين عن الزراع الاعلامي للأهل للاحداث المغربية تفوق مجلة الاهل وانتشارها الواسع كما توفر لأهل المصري على موقع الكتروني يرتده ملايين للمشجعين بشكل يومي اضافة الى محطة ازعية الكترونية وقناة تلفزيونية يوجد مقرها بمدينة الانتاج العلامي توفر تغطية على مدار الساعة لاخبار ومستجدات النادي ثم اخيرا الحديث عن الميزانية الضخمة للنادي وتفاصيلها بيقول لكل مجتهد النصيب واحنا يا باشا سر نجحنا وان كل واحد فينا بيقوم بشغله تمام هو مختبس الجملة المصرية بيقول بهذه الكلمات خاطبنا احد موظف النادي الاهلي احنا يا باشا سر نجحنا هو ان كل واحد ما تيجي نتوقف بيقوم بوجبه هنا بالتباقين الباقي ارقام وتفاصيل مش لكن هم معنين يعني دخلوا النادي كانوا حرصين يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عن عظمة هذا النادي الرد ده الواحد بيرد على ازاي لما يكون يعني انت مصري وعندك كمية الغل والحخذ ده وتقدم النموذك ده شوف كيف يرانا العالم كيف يرانا العالم كيف يرانا العالم العالم الاشقاء